المعروف اتمنى وزارة السياحة تستفيد بالمقال اللي جرى نشره امس في مجلة فوربس الامريكية عن السياحة المصرية لو ما كان والله الوزيرة اخذ المقال ده اتنطن بيه في كل الدول العالم النهاردة حصل التاني حادثة انتحار لشاب 17 سنة في محطة المرج القديمة شاب نزل امام قطار قادم ودهسوا وادى الى مصرعه الشاب عنده 17 سنة لسه يعني فيه بواكير شبابه حاول انهم يستدلوا عليه لم يكن معه بطاقة احنا قلنا ان فيه حادثة حصلت من اسبوعين فيه متر الانفاء وان دي الحادثة التانية واول انبالح كان فيه محاولة علينا ان احنا بس يعني يبقى ده جرس انذار لان اللي ماتت كانت فتاة من اللي انتحرت من اسبوعين فتاة عندها 21 سنة النهاردة شاب عنده 17 سنة حال ده بيعكس ميول انتحارية بين قطاع معين من الشباب يعني الشباب دي كتلة كبيرة اوي انا بكلم على 60 مليون 70 مليون شاب في بصر سنهم اقل ب35 سنة فهل ده يحتاج الى ان اجهزة معنية في الدولة تلتفت لده هل احنا محتاجين تجديد رقابي على الاسوار او على محطات وارصفة متر الانفاء هل متر الانفاء هيبقى كده احنا عاملينه لتسهيل حياة المصريين يبقى يوقد حياتهم طبعا ده غصبا عن السائق يعني بس اتمنى لفت الانتباه ونتوقف امام تكرار هذه الحوادث وهل يوجد بين المسؤولين عندنا في مصر جهة ما تستطيع ان تجيب عن هذا السؤال هل ارتفعت معدلات الانتحار بين شبابنا نجاوب ونسأل وناخد اجابات علمية ونقول لا دي ظاهرة حقيقية حصلة ولا لا ولا دي مجرد ارقام فردية يعني ده اسئلة مهمة جدا لازم نلتفت انا انا هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنستجد